الحقيقة في بعض الحلقات بتكون لها ضرورة مش بس ضرورة علمية لكن بيبقى لها ضرورة اجتماعية نظرا لانه بتبقى المشكلة اللي قائم عليها موضوع الحلقة عليه او فيه التباس كتير اوي في المفاهيم او في طرق التعامل معاه او ما الى ذلك هاختصر لحضراتكم الموضوع على طول واقول لحضراتكم ان فيه ناس كتير اوي مننا ومش بس في مصر في كثير من الدول دول يعني كلها دول عربية دول افريقية بيجي وقت الصيف او وقت الحرارة يلاحظوا انه اطفالهم بيبقى عندهم زيادة في عدد مرات الاخراج اللي هو ما يعرف علميا او طبيا باسم الديارية او الاسهال كتير اوي برضو من الناس دول بيتعاملوا مع الموضوع على انه عرض عادي انه اسهال يعني حتى ناس كتير يقولوا ايه شوية اسهال يعني اسهال وهيعدو او ان الجسم او البطن او الجهاز الهضمي اين كان بقى المصطلح اللي بيستخدمه الناس يعني دي آلية طبيعية عشان يعني حاجات مثلا الجهاز الهضمي ينضف او حاجات يبقى فيه مثلا اكلات معينة تاكلت او ما الى ذلك والحقيقة انه الموضوع ده على قد ما هو عرض مرضي طبعا او حالة مرضية وهي الاسهال ما فيهش اي لابس يعني ده لكن الحقيقة انه فيه اسئلة كتير قوي بيتجاوب عليها غلط سواء من المورسات الشعبية او حتى من قلة المعلومات عن الامور العلمية في هذا الشأن فعلشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل لحضراتكم حلقة النهاردة عن الاسهال وهنجاوب فيها على اسئلة محددة مبدئيا هل الاسهال مرض من امراض الصيف فعلا طيب ايه هو عدد مرات الاخراج الطبيعي عند الطفل مثلا احنا بنتكلم دلوقتي عن الاطفال طيب ايه هو الاسهال يعني ايه هو بقى الاسهال عبارة عن ايه بالزبط هتعرفوا يعني ممكن الناس تقول ايه السؤال يعني سؤال عادي لا لما تعرفوا الاجابة هتعرفوا ان هو سؤال مش عادي لان الاسهال ده له تعريف والتعريف ده مش بيختلف عليه دكتور من دكتور تاني لا ده تعريف حسب منظمة الصحة العالمية وحسب المقرارات الطبية اللي بندرسها في كلات الطب في كل الدنيا طيب ايه هي اسباب الاسهال بتحصل ليه حاجة كده من نفسها ولا ليها اسباب طيب انواع الاسهال الله هو الاسهال كمان فيه انواع طبعا فيه انواع طيب ايه مخاطره هل هو حاجة خطر يعني ولا حاجة عادية ولو هو خطر لا قدر الله طب المخاطر دي راحل غاية فين وأهم ما في الأمر بقى كمان طبعا كل اللي فات مهم إيه هي الأخطاء الشائعة للتعامل مع حالات الإسهال ودي أخطاء شائعة كتير جدا وهتفجأ بيها الحقيقة وأخيرا ما هي أهم إرشادات الوقاية من الإسهال أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يقدرنا أن في حلقة النهاردة نقدم لحضراتكم أجوبة ومعلومات وافية وننوركم كده بمعلومات حلوة جدا عن هذا الشأن أو هذا الأمر اللي هو أهمية كبيرة جدا جدا زي ما هتعرفوا مننا على مدار الحلقة إن شاء الله